الحصاد من قناة الفلوج طابة أوقاتكم المشاهدين الكرام في حصاد الفلوج يقرأه عليكم عبد الرحمن النجار وأسفر العماد أهلا بكم مشاهدين إلى هذا الحصاد والذي نبدأه معكم بأهم ما فيه الاتحادية تؤجل الحكم على دستورية جلسة البرلمان لأسبوع قادم وقت إضافي يمنح لمفاوضات تشكيل الحكومة بعد ثلاثين عاماً على انتهائها عراقيون أسرى في إيران لم ينتهي أسرهم ولا تفاعل رسمياً من الجانبين حتى الآن النازحون في مواجهة العواصف الثلجية أنقذوا حياتهم واسم يتصدر المواقع والجيش يغيثهم في الواقع مع انعدام وقود التدفئة في المخيمات إنتاج العراق النفطي يقفز إلى أربعة ملايين ومائتين وسبعين ألف برميل بعد أن صنعته بتضحياتها الفلوجة تحصد لقب مدينة السلامة وتثمن دور القوات الأمنية في صيادته أهلاً بكم والبداية من الشأن السياسي حيث أعلنت المحكمة الاتحادية العلية على سلطة قضائية في العراق يوم الأربعات أجيل مرافعة الطعن بالإستورية جلسة البرلمان الأولى إلى يوم الثلاثاء المقبل وفد مراسل قناة الفلوجة الذي حضر جلسة المرافعة بأن المحكمة الاتحادية اكتفت بالاستماع إلى إفادة الطرفين وتدوينها قبل أن ترجع البت بقرارها إلى يوم الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني الجاري أكد كل من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم على ضرورة تشكيل حكومة متوازنة ضمن التوقيتات الدستورية وأهمية أن تنهض الحكومة القادمة بمهامها في توفير الخدمات وفرص العمل والكثير من التحديات والأولويات وشدد الطرفان على تفعيل الجهد الاستخباري أكثر من ذي قبل وإزامة العمليات الاستباقية داعينا إلى مراعاة مصالح المواطنين عند اتخاذ القرارات والمواقف فضلا عن بحث جملة ملفات من ضمنها تطورات الواقع الصحي بعد الموجة الرابعة التي ضربت البلاد من جانبها أوضحت عضو مجلس النواب عاليا صيف أن المحكمة الاتحادية تحتاج مزيدا من الوقت للبت بشرعية جلسة البرلمان الأولى وذلك نظرا لإطلاعها على أدلة تقدم لأول مرة فيما أشارت لأن تطبيق مفهوم الأغلبية الوطنية يجب أن لا يقتصر على جهة دون أخرى أولى تقدم الأسانيد في هذه الجلسة من المتوقع أن يكون هناك تأجيل للمحكمة الاتحادية وفي نفس الوقت المحكمة الاتحادية تنظر للوضع العام للحوارات التي ممكن أن تنتج من الكتل السياسية فبتالي أنا من وجهة نظر القانونية الأسانيد تقدم لأول مرة الأدلة تقدم لأول مرة وبالتالي لا بد للمحكمة تحتاج مساحة أو وقت لدراستها من أجل اتخاذ قرار بشرعية وعدم شرعية الجلسة لا يمكن لجهة أن تقوم بإقصاء وفق مزاجات سياسية بإقصاء جهة على حساب جهة أخرى أما أن نتكلم بموضوع تشكيل أغلبية ومعارضة فهذا يكون وفق الأطر القانونية لا أن تكون بإقصاء جهة واحدة في الوقت الذي تؤكد فيه المؤسسات القضائية استقلاليتها وعدم خضوعها للضغوط يشير نواب إلى أن المحكمة الاتحادية تراعي التوازن وأهمية التوصل إلى اتفاق سياسي وأنها بتأجيل البت في الطعن بدستورية جلسة البرلمان أعطت وقتاً للكتل السياسية للتوصل إلى اتفاق بغض النظر عن صحة هذا القول من عدمه فإن دستورية الجلسة ما تزال مؤجلة جلسة المحكمة الاتحادية للنظر في دعوة الطعن في الجلسة الأولى لمجلس النواب بدأت متأخرة ساعتين من موعدها المحدد واستمرت لأكثر من ساعة من دون حسم للدعوة يتقدمهم الناء أبو باسم خشان محامو الطعنين بالجلسة وعلى الجبهة الثانية يقف موكل البرلمان ليرد على الادعاءات واحداً تلو الآخر كانت دفوع قانونية مستندة إلى الدستور والنظام الداخلي مجلس النواب سننا المادة 54 من الدستور والمادة 5 من النظام الداخلي قدمنا دفوع واستندة للأعراف النيابية السائدة والتي سادت جلسة يوم انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وكانت مستندة إلى استشارات من السادة المستشارين خروق دستورية ومخالفات للنظام الداخلي هي أبرز الاعتراضات التي قدمها المعترضون آملين بقرار يعيد التصويت على رئيس مجلس النواب ونائبه قدمنا الكثير من الأدلة منها خروقات دستورية ومنها مخالفات للنظام الداخلي لمجلس النواب وحقيقة من وجهة نظرنا هي أسانيط قانونية قوية قد توصل المحكمة إلى قناعة لإصدار قرارها بعدم دستورية الجلس الأولى أنا في قناعاتي الإجراءات غير دستورية لكن يبقى الأمر برمته في يد المحكمة في المحصلة شرعية الجلسة من عدمها لم تثبت أو تلغى وإلى موعد جديد حيث أرجعت أعلى سلطة قضائية البتة بشرعية الجلسة الأولى من بغداد علي عبد الكريم الفلوجة الفضائية مشاهدين لتفصيلات أكثر عن هذا الموضوع سيكون معنا الآن الخبير القانوني عبدالستار رمضان أهلا بك أستاذ عبدالستار إذن ستة أيام أخرى للتفاوض لحسم الخلاف ما بين الكتل المختلفة ما قانونية التأجيل عدم البت بإجراءات الجلسة قانونية كانت هذا التأجيل أم لا بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير لك ولأسرة قناة الفلوجة والمشاهدين في كل مكان اعتياديا هذا التأجيل هو قانوني باعتبار أن المحكمة الاتحادية العليا لها كامل الصلاحية في تقدير الأدلة والأساندين القانوني التي تقدم لها وبالتالي فإن تأجيل الدعوة هذا اليوم إلى يوم 25 من هذا الشهر هو إجراء طبيعي يمكن أن تقوم به أي محكمة خصوصا أن هذه الدعوة هي من الدعاوي المهمة بل مهمة جدا لأنها صدر بها أمر ولائي بيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب وبالتالي فإن المحكمة تحتاج إلى المزيد من الوقت في سبيل تدقيق طلبات المدعين والأسانيد والأدلة التي قدموها إضافة إلى ردود التي قدمها وكلاء المدعى عليهم وبالتالي فإن المحكمة بالتأكيد سوف تتوصي إلى قناعة وهذه القناعة يتم ترجمتها عبر القرار الذي ستصدره والذي سيكون عنوان الحقيقة والملزم لكافة السلطات في العراق حسب أحكام المادة 94 من الدستور طيب أستاذ عبدالستار يعني لا يوجد نص قانوني أو حتى نص دستوري فيما يخص بإجراءات التي ربما تلزم بالجلسة الأولى إن كانت الجلسة الأولى ربما قانونية دستورية أم لا لا يوجد هناك نص ربما يؤكد بأن في حال حدث طارئ كما حصل في جلسة البرلمان الأولى بأن تلغى الجلسة وتعاد مرة أخرى أو ربما كانت هذه الإجراءات هي إجراءات قانونية دستورية سليمة في هذه الحالة هل من الممكن تتوقع أن المحكمة الاتحادية ربما تلغي هذه الجلسة وتعاد مرة أخرى يعني في مجال عمل المحكمة الاتحادية أو أي محكمة في العراق لها كامل الصلاحية باعتبار أنها الجهة التي تنظر في الدعوة المنظورة أمامها أي بمعنى عندما يتقدم شخص بطلب إلى القضاء فمعنى ذلك أن هناك نزاعا ما مع جهة أو شخص ما وبالتالي فإن المحكمة لها الصلاحية الكاملة والسلطة التقديرية في اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات وقرار لكن في كل الأحوال المحكمة الاتحادية أو أي محكمة تلتزم بأن يكون قرارها أحد هذه القرارات إما أن يكون رد الدعوة عندما لا تجد أن هناك سببا قانونيا يدعو إلى الأخذ بما جاء بآراء وطلبات المدعين أو تقوم برد جزئي للدعوة وتحكم بقانونية أو دستورية جزء منها الأجراءات التي حصلت في الجلسة الأولى هل هي قانونية أم غير قانونية الإجراءات التي حصلت هي حسب رأي الشخصي وهذا الرأي لا يرقى إلى ما سوف تصدره المحكمة أو لا يعتبر إيحاء أو تدخلا بقدر ما أن الجلسة الافتتاحية الأولى لمجلس النواب العراقي حدثت وكانت قانونية ودستورية إلى اللحظة التي حصلت الوحكة الصحية أو الاضطرابات أو الهرج أو غير ذلك مما حصل لرئيس السن وبالتالي فإن انتخاب أعضاء مجلس النواب ومركزهم القانوني ثابت باعتبار أنهم أدوا اليمين الدستورية لكن من يقرر ما تلى ذلك بعد نقل رئيس السن إلى المستشفى فإن ذلك يعتمد على أبعطيات أو أسباب كثيرة منها مثلا تقرير الطربي بالمعالج هذا التقرير إذا ما طعن به أطراف الدعوة ربما يحال إلى لجنة طبية وغير ذلك من الأسباب أو الأسانيد التي تقوم بها المحكمة الاتحادية أو أي محكمة في سبيل أن تتوصل إلى قراءة كامة هذه الطعون التي قدمت ربما هي بمسارين الأولى هي بالطعن بشخص الفائز برئاسة مجلس النواب سيد الحلبوسي وكذلك الطعن الآخر هو من قبل رئيس السن وهذا كان الطعن فيما يخص الإجراءات واستكمال الجلسة هذه الأمور أو هذه الطعون ستؤثر على التوقيتات الدستورية بمعنى لا جلسة لمجلس النواب وبالتالي المرشحين لرئاسة الجمهورية كيف سيتم أو سيحسم أمر رئاسة الجمهورية إضافة بعد تشكيل أو ربما انتخاب رئاسة الجمهورية سيكون هناك ربما تكليف بتشكيل الحكومة من قبل الكتلة الأكبر هذه الطعون ستؤثر على هذه التوقيتات الدستورية؟ بالتأكيد سوف تؤثر باعتبار أن الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية يوم الثالث عشر من هذا الشهر قد أوقف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب وبالتالي فإن عمل مجلس النواب الآن متوقف أو متعطل وبالتالي فإن ما سوف يصدر من المحكمة الاتحادية هو الذي سوف يعني بداية الانطلاق بالمسار السياسي والقانوني والدستوري لمجلس النواب وبدء المدد الدستورية لكن مع ملاحظة أن المحكمة الاتحادية ذاتها صدر عن ناطقها الإعلامي أو مكتبها الإعلامي أنه لا يؤثر ذلك على التوقيتات الدستورية لكن نحن نتعامل مع القرار أو القرار الولائي القرار الولائي أوقف عمل هيئة رئاسة المجلس النواب وبالتالي فإن برلمان اليوم هو متوقف عليه فإنه لا عمل ولا إجراءات ولا صلاحيات إلا بعدما يتم البت في مصير الدعويين المقدمتين إلى المحكمة والذي حدد يوم 25 موعدا للنظر فيها وفقط من أجل ربما كسب المزيد من الوقت الخبير القانوني عبدالستان رمضان كنت معانا شكرا جزيلا لك على جميع هذه الإضاحات تداولت مصادر صحفية أنباء تفيد تسلم العراق دفعة جديدة من الأسر العراقيين الموجودين في إيران بعد 30 عاما من نهاية الحرب بين البلدين كما تداول مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وأسماء قالوا إنها لأسرى عراقيين بمن تسلمهما العراق في الدفعة الأخيرة فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات الرسمية العراقية أو الإيرانية حول الأنباء المتداولة حتى الآن قضية الأسرى العراقيين في إيران بأعدادهم وعمليات التبادل التي حصلت وردود الفعل الرسمية حولها نتابعها مع سؤد الطارق بعد ما يزيد عن 40 عاما يعود ملف الأسرى العراقيين في إيران إلى الواجهة الملف الذي كان من المفترض إغلاقه منذ عدة سنوات إلا إن الأنباء الأخيرة التي أشارت إلى تسليم إيران دفعة جديدة من الأسرى إلى العراق يثبت حقيقة واحدة مفادها ما تزال إيران تحتفظ بأسرى عراقيين حتى اللحظة لا ردة فعل رسمية عراقية أو إيرانية على تلك الأنباء سواء بالنفي أو الإثبات إلا إن العراقيين وذوي الأسرى خصوصا تلقوا تلك الأنباء بفرحة غامرة لا سيما معدى تلقيهم أنباء بين الحين والآخر من معسكرات الأسرى في إيران تفيد بوجود مئات الأسرى على قيد الحياة شحة المعلومات الرسمية حول ملف الأسرى يعزى إلى حساسية ذلك الملف الذي قد يؤدي إلى توتر في العلاقات بين البلدين لا سيما أن العراق كان قد أغلق بالاتفاق مع إيران في العام 2011 ملف الأسرى بعدما أكدت إيران للجنة الصليب الأحمر التي كانت تشرف على الملف خلوها من أي أسير عراقي وأن آخر وجبة تبادل الأسرى بين البلدين كانت تحت إشراف الصليب الأحمر وتمت في 2003 إيران نفت في وقت سابق وعلى لسان لجنة الأسرى والمفقودين في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية نفت وجود أي أسير عراقي في إيران وحسب اللجنة فقد توصل الطرفان العراقي والإيراني إلى نتيجة قطعية بعدم وجود أي أسير لأي من البلدين لدى الآخر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق لم تستطع تأكيد أو نفي المعلومات التي ترد بين الحين والآخر حول الأسرى العراقيين في إيران إلى أنها أكدت أمرا واحدا وهو أن آخر عملية لتبادل الأسرى في العراق حصلت عام 2003 إلا أن منظمات حقوقية عديدة وأسرى سابقين يؤكدون أن عدد الأسرى العراقيين الموجودين في إيران يصل إلى 3000 أسير قيل عن الحروب أنها غيوم لا تمطر إلا شرا لكن هناك من يبقى مبتلا بها أعواما وعقود بانتظار أن تشرق سماءه حرية يوما ما أكثر من ثلاثة عقود مضت على انتهاء الحرب العراقية الإيرانية وما يزال تحت قيودها آلاف من الأسرى العراقيين في السجون الإيرانية ثلاثة آلاف أسير عراقي ما زالوا يقمعون في السجون الإيرانية عمدت الحكومة العراقية المتعاقبة على تناسيهم وعدم الاكتراث لمصيرهم الذي مر عليه أكثر من ثلاثة عقود من الزمن رغم العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين العراق وإيران أن الدبلوماسية الحقيقية الناجحة تبحث عن حلول وتصفر الأزمات وتعيد جميع الأسرى لأن هذا الموضوع موضوع إنساني ثم أن الذي يقبع في الأسر مدة تزيد عن ثلاثة عقود ما الذي تبقى لهم من العمر؟ أنا أقول أنهم سيأتون لوداع ذويهم ليس أكثر لذا أدعو الحكومة أن تتابع الموضوع بدقة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبدت استعدادها لمساندة أي خطوة باتجاه تقديم إجابات تتعلق بأسرى الحرب وفقا لما تنص عليه اتفاقية جينيف الثالثة إذ تأمل في أن تساعد تلك المعلومات العائلات المتلهفة لمعرفة مصير أحبائها ولكن دون جدوى على المفوض العراقي وعلى الحكومات العراقية المتعاقبة أن تكون أكثر جدية لا ننسى أنه دور وزارة الدفاع في هذا الجانب عليها أن تضغط بشدة هؤلاء هم منتسبيها وعليها أن تراعي مشاعرهم كذلك لجن حقوق الإنسان متعددة إذن ماذا تفعل إذا لم تطالب بالأسرى وتطالب بكل سيادة البلد وتطالب باعتياجات المواطن مئة النواب على مدى أربع دورات نيابية سابقة لم يتقدم أي منهم بطلب للتحقيق بموضوع يفترض أن ملفه طوي عام 2011 رغم كل المناشدات التي أطلقها ذو الأسرى العراقيين بينما تؤكد وزارة الدفاع نفيها وصول وجبة جديدة من الأسرى العراقيين لدى إيران بعد أن تم تداول هذه الأخبار من مصادر إعلامية ووكالات مع التأكيد على اعتماد المصادر الرسمية للوزارة في وقت أصبح هذا الملف حديث الشارع العراقي من بغداد أنس يوسف قناة الفلوجة تنضم إلينا المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق سيدة هبة عدنان مرحبا بك سيدة هبة بداية أنتم كصليب أحمر ما هي معلوماتكم؟ يعني حول تسلم دفعة جديدة من الأسرى العراقيين الموجودين في إيران ما هي أعدادهم وأينهم حاليا؟ وكم يبلغ من لم يتم تسليمهم للعراق أهلاً وسهلاً بك طبعاً كما أشرتم في بداية التقرير يعني أن ملف الأسرى بين العراق وإيران أعلن عن إغلاقه في العام 2011 أكيد آخر عملية تبادل لأسرى بين البلدين تمت في العام 2003 تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلن عن أنه لا يوجد أسير حرف في كل البلدين من قبل السلطات العراقية والإيرانية لكن بالتأكيد عندما تم إغلاق ملف الأسرى من جانب لكن لم يغلق من جانب آخر ملف المفقودين كلجنة دولية للصليب الأحمر لا تزال تتابع ملف المفقودين من خلال ترأس اللجنة الثلاثية التي أشيئت بين البلدين للبحث عن مصير المفقودين الذين فقدوا خلال الحرب التي تمت بين العراق وإيران ضرورة توفير إجابات أيضا لعوائل المفقودين الذين لا زالوا في انتظار أن يعرفوا مصير أحبائهم كذلك لا زالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتابع هذا الملف وتتسلم يوميا طلبات أو مئات الآلاف قد تصل إلى مئات الآلاف من طلبات البحث عن المفقودين كصليب أحمر يوميا متفابع هذا الملف باستمرار نعم وبهذه اللجنة تحديدا ما هي معلوماتكم عن هؤلاء المفقودين نعم أضرا بالسؤال يعني معلوماتكم أنتم كصليب أحمر عن هؤلاء المفقودين الذين يعني يشتكي أهلهم من عدم وجودهم وتسلمهم في 2003 أو في 2011 على أحد سواء ما هي معلوماتكم عنها نعم يعني كما أشرت قبل قليل هناك الكثير من المفقودين الذين وهناك الكثير من العائلات التي لا تزال تريد أن تعرف مصير هؤلاء المفقودين لا يزال يتابعون نحن أيضا كاللجنة دولية للصليب الأحمر نتابع ملف المفقودين أكيد يعني سواء كان خلال حرب الثمانينات وما بعده وما تلتها من حروب إلى يومنا هذا لا نزال نعمل على هذا الملف ونتابع ملف المفقودين بحيث أنه نريد توفير إجابات لهذه العوائل التي تريد أن تعرف ولو شيء بسيط عن مصير أحبائهم هنا أريد أن أشير إلى شيء مهم جدا يعني أكيد هناك في السنوات الأخيرة خاصة تمت هناك كثير من الأخبار أو تداول كثير من الأخبار بما يخص مثلا وجود أسرام في إيران أو هناك وجود لأسماء ويتم نشر أسماء لرفات بشرية يتم تسلمها بين الحين وآخر سواء على مواقع التواصل الاجتماعية أو من خلال وكالات إعلام ويتم تبادلها بشكل مستمر وشكل دوري أريد أن أشير إلى شيء مهم إلى أنه إذا كان هناك أي تبادل أو إذا كان هناك أي أسماء سوف تكون تنشر من قبل وزارة أو مواقع رسمية لوزارة الدفاع العراقية وإذن مديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع العراقية لو كان هناك تبادل لرفات بشرية سوف يتم الإعلان عن هذا التبادل من خلال أيضا صفحات التواصل أو مواقع رسمية للجنة الدولية للصليب الأحمر يعني كما تعلمون أنه أخذ تبادل لرفات بشرية تمت في ديسمبر أو آخر يعني العام الماضي بين العراق وإيران وقد أعلننا عنه كلجنة دولية للصليب الأحمر من خلال مواقعنا الرسمية لذلك أريد أن أنبه وأمرر رسالة مهمة أنه لا يتم تبادل مثل هكذا أخبار ومثل هكذا أمور لأن هذه الأخبار قد تثير أو تعطي آمالا كاذبة لكثير من العوائل التي لا تزال بانتظار أن تعرف مصير أحبائها وذويها طيب برأي قلتم قبل قليل أنه في سنة 2011 وحتى قبلها في سنة 2003 تم غلق هذا الملف وتم تسليم جميع تبادل الأسرى وحتى الرفات لكن هل يمكن فتح هذا الملف مرة أخرى حسب القوانين الدولية النافذة حسب قوانين أسرى الحرب إذا ما تبين أن هناك فعلا مفقودون وأسرى حتى يعني يشاع بأنه في المناطق الشرقية من إيران يوجد معسكر لأسرى عراقية لا أعرف ما صحت هذه المعلومة إذا كان لديكم توضيحا عن ذلك يعني أكيد كما أشرت أنه الملف أغلق بشكل رسمي لكن لو كان هناك شيء سيكون مناطق إلى الحكومتين العراقية والإيرانية وهذا الملف بالتحديد هو تابع لك للحكومتين هم مسؤولون عن هكذا نوع من الأخبار هكذا نوع من الأمور لكن بشكل رسمي أنا أحدثك عن ما تم بشكل رسمي فقد تم إغلاق الملف بين البلدين وبين الحكومتين بشكل رسمي في العام 2011 نعم يعني حتى في وزارتي الخارجيتين الإيرانية والعراقية والمديريات شؤون المحاربين في وزارتي الدفاع العراقية والإيرانية لا يوجد مثلها كذا أحدثة ليس كذلك يعني إذا كان هناك أخبار رسمية أكيد سوف تمنشها من خلال وزارة الدفاع العراقية ومواقع رسمي الوزارة الدفاع العراقية وسوف تصرح بها وزارة الدفاع العراقية أو حتى الإيرانية لكن كلجنة دولية للصليب الأحمر إذا توفرت هناك معلومات أو حتى بما يخص خاصة الروفات البشرية هناك تبادل الروفات البشرية يتم أيضا ننشره على مواقع التواصل الشمائي وحتى على مواقعنا الرسمية لكن أي خبر لا تنشر لا يتم نشره عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر فهو ليس خارج أو ليس تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر نعم اتضحت الصورة المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق سيدة هبة عدنان شكرا لك الأخبار مستمرة أطلق ناشطون وصحفيون عراقيون واسمن على منصات التواصل الاجتماعي بعنوان انقذوا النازحين من البرد بهدف تسليط الضوء على مأساة مئات الآلاف من المبعدين عن ديارهم وسط تجاهل حكومي متعمد لهذا الميلة وأكد الناشطون أن النازحين يمرون بظروف معيشية كارثية في ظل اجتداد البرد القرس وتساقط الثلوج وغياب المساعدات الحكومية موضحين أن تجاهل المسؤولين لأوضاع النازحين يظهر مدى الاستخفاف بأرواح العراقيين الذين يعانون من الظروف القاسية في مخيمات تفتقر لأدنى مقاومات الحياة وفي هذا السياق أكد المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أن معاناة النازحين العراقيين بدأت تتفاقم مع انخفاض درجات الحرارة وعدم تأمين وسائل التدفئة في المخيمات الباردة في الأثناء ناشد نازحون في المخيمات الحكومة والمنظمات الإغاثية لتوفير مادة النفط اللازمة للمدافع النفطية وسط برد قارت يدرب عمومة محافظات العراق وخصوصا الشمالية منها النفط الجو بارد وجايتين نزل علينا فيلود يعني الجو بارد يعني والله اليوم فيلود ما قدرنا نشأل لا صوبة لا عندنا يعني كهرباء مقطوعة وقذائية ما عندنا شدهم جمعون حليب للأطفال جمعون نفوط جمعون نفراج الدنيا باردة صوبات قذائية ونحن دهجو حالنا هاي المخيمات دهجو شونها باردة ومزرفة الريد خيام لا نفوط لا يعني غذائية لا كهرباء تلنا البريد لا صوبة كهربائية لا عندنا فلوس مثل بتا نشترون هذا وأطلق نازحو مخيم جبل سنجار نداء استغاثة إلى المفوضية العليا لحقوق الإنسان والأمم المتحدة والجهة المعنية بشؤون النزحين بعد أن حاصرتهم موجة الثلوج بدورها شرعت قطعات الجيش المتواجدة في المنطقة بفتح الطريق العوائل التي حاصرتها الثلوج بالإضافة إلى تقديم سلات غذائية وسائل تدفئة إلى النازحين المحاصرين من جانبها أكدت مفوضية اللاجئين لدى الأمم المتحدة في العراق سعي للمساهمة في وضع خطة وطنية مشتركة لحل أزمة النازحين وذكر مسؤول المفوضية في رأس الخطيب في حديثه للفلوجة أن هناك ضرورة لوجود خطوات جدية لإنهاء ملف النازحين بالكامل رعاية كل النازحين وملف النازحين مسؤولية مشتركة لابد أن نجد حلا لملف النازحين فلا يجوز أن يبقوا شتاء بعد شتاء في الخيام وفي مناطق طبعا يجب نحن مع إغلاق المخيمات والعودة لحياة طبيعية ولكن عند عودتهم يجب توفر الحد الأدنى من الخدمات الماء الكهرباء وفرص العمل مدارس طرق فعملية التنمية والاستجابة للاجئين هي يجب أن تتبع خطة وطنية تستطيع الأمم المتحدة أن تساندها وتكون شريكا هناك حاجة ملحة الآن للنظر بشكل جدي من أجل إنهاء ملف النزوح لكي لا تتكرر هذه المآسي هذا وأعلنت أحد عشرة محافظة تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعة وبعضها مددت العطلة إلى يوم الخميس أيضا بسبب برودة الطقس جراء الانخفاض الشديد بدرجات الحرارة وعطلت كل من محافظات الأنبار وكركوك ونيناو والديوانية وبابل والمثنى إضافة إلى أربيل والسليمانية ودهوك وصلاح الدين وديالة الدوام الرسمي وذلك نظرا إلى سوء الأحوال الجوية وتدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوية فيما كان القرار يشمل فئات مختلفة فبعض المحافظات اختصرت العطلة على طلاب المدارس الابتدائية فيما شملت العطلة في محافظات أخرى الدوام الرسمي بشكل تام تدهمهم عاصفة ثلجية فتخونهم قدرة خيامهم على المطاولة ويخضلهم كذلك مولد الكهرباء الذي احترق وهم في أمس الحاجة لطاقته هكذا قضى النازحون في مخيم هرشم شمال أربيل ليلتهم الباردة في العراء بمواجهة السقياء في كل شتاء لهم موعد مع الآلام والمعاناة ولا جديد في أحوالهم غير ترد أوضاعهم المعيشية أكثر نازحوا مخيم هرشم شمال أربيل لم تأتهم المصائب فرادة ففي ظل عاصفة ثلجية قاسية ابتلوا من قطاع للتيار الكهربائي بعد تعرض مولد الكهرباء الخاص بالمخيم إلى حريق كاد أن يتسبب بكارثة إنسانية عشره بالليل أي تقريبا والله ما عرف شورت قازوائل شنو ما عرف صاحب مولدهم يحترق خطيدين ورجلين وتأذى ونسبة الحرق ماله أعتقد 40% والحمد لله بأزال بشر سلامات يتعوض إن شاء الله المولد غير المولد كل يتعوض الشغلات هاي كلها مادية تراكمت عليهم التحديات من كل حدب وصوب أبرزها انعدام فرص العمل وانقطاع المساعدات الطبية والغذائية وانقطاع شبه تام للمشتقات النفطية محملين وزارة الهجرة والمهجرين مسؤولية معاناتهم والله عايشين ظروف تأسى لأبعد الحدود دعم من الدولة ماكو دولة ملتهيين متكونين على المناصب على الكراسي وعايفين النازحين والله ناصخهم عايفينهم بالمخيمات ما جاعد يجيبوني أي شي بنوبه هالبارح المولد احترق شان احترق المخيم كله مخيم هرشد يعد واحدا من أقدم المخيمات المنصوبة خيامه منذ عام 2014 يحتضن أكثر من ألف عائلة من أهالي البعاج وسهل نينوى وسنجار تبقى أمنياتهم شاخصة تترقب فرجا قريبا في وطنين مزقته الحروب لدينا مشكلة القاس والبطانيات والصوبة معلسة في وزارة ريجو ومهاجر قللت من مساعدات من مساعدات كالسلة الغذائية والسلة الصحية والنفط يكابد قاطن مخيم هرشم مرارة النزوح في ظل أزمة برد قارس وانقطاع التيار الكهربائي لتبقى أمالهم وأحلامهم معلقة بالعودة للأهل والديار حتى إشعار آخر من مخيم هرشم بشير الحسن قناة الفلوجة وفي مقابل اجتداد أزمة النازحين وانعدام وقود التدفئة في مخيماتهم ارتفع إنتاج العراق من النفط الخام خلال شهر كانون الأول الماضي إلى أربعة ملايين ومائتين وسبعين ألف برميل يوميا فيما من المفترض أن يصل إنتاجه خلال كانون الثاني الجار إلى أربعة ملايين ومائتين وواحد وثمانين ألف برميل وبحسب التقرير الشهري لمنظمة أوبيك فإن الزيادات الأكبر جاءت من أنجولا تليها السعودية ثم العراق بزيادة مقدارها ثمانية وعشرين ألف برميل يوميا متساويا مع الإمارات بنفس حجم الزيادة وفي وقت سابق كشفت منظمة أوبيك أن حصة الإنتاج الخاصة بالعراق لشهر شباط حددت أو حددت بأربعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وعشرين ألف برميل يوميا في سياق يعتزم العراق تزويد قطاع الطاقة بتقنيات الهيدروجي في إطار الخطط المستقبلية للتحول نحو الطاقة المتجددة نعم وزارة النفط العراقية وفي بيان لها أعلنت أن الوزارة وشركة سيمينس الألمانية شرعت بفتح آفاق للتعاون الجاد في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة وخصوصا إنتاج الهيدروجين وأوضح البيان أن الشركة ستقوم برفض قطاع الطاقة في العراق بتقنيات ومعدات متطورة في هذا المجال وإقامة ورش تخصصية تسهم في إيجاد حلول واقعية للطاقة والبيئة في العراق فضلا عن تسخير برامج الذكاء الاصطناعي لرفع معدلات الأداء للعاملين في السياق خول مجلس الوزراء توزيع الصلاحيات المالية لوزير الكهرباء في قطاعات النقل والتوزيع والإنتاج ومراكز السيطرة والتحكم ضمن الرقعة الجغرافية المحددة لصالح المسؤولية في المنطقة الشمالية ومنطقة الفراق الأوسط والمنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية أوقف مجلس الوزراء فيها على الوضع الكهرباء هذه الأيام وكيفية الاستعداد للمرحلة المقبلة وكان هناك نقاش بين السادة الوزراء في هذه المسألة تحديدا وفي سبل دعم وزارة الكهرباء وهو دعم لازم في الحقيقة خاصة فيما يتعلق بالاستعداد لأزمة الصيف من الآن ومحاولة إيجاد حلول لكي لا نكرر المواقف التي نتعرض لها كل عام إلى ذلك توقف تدفق النفط عبر خط أنابيب كركوه جهان في أعقاب انفجار قرب محافظة قهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا وذكرت شركة بوتاس التركية الحكومية المشتغلة لخطوط الأنابيب أن سبب الانفجار ما يزال مجهولا موضحة أنه بعد السيطرة على الحادث ووصول فرق الأطفاء منذ بداية اندلاع الحريق ستستأنف عملية تصدير النفط إلى ميناء جيهان في غضون ساعات قليلة هذا وناشد أهالي منطقة البجابر وسط مدينة الرمادي الجهات الحكومية والمعنيين إيجاد حلول عاجلة لمشكلة المولدات وسط البرد الشديد الذي يعصف بعموم العراق وأكد أهالي البجابر أن أزمة توقف المولدات عن العمل مستمرة منذ عشرين يوما على الرغم من دفعهم للاشتراك الشهري مطالبين الجهات الحكومية بتدخل عاجل وفورية مدينة محاولة الأنبار أن يشوفونا حل الله وكيلكم أبو المولد أخذ فلوسه وشرد لا يقبل يشوفنا مكان لا يقبل يشوفنا شي حتى يدير بالمولدات هاي صار بالعشرين يوم بدون كهرباء وعدنا مرضى وعدنا عالم عندها محلات وعدها أشغال وهاي مطفع علينا عشرين يوم والمنطقة كلها بدون كهرباء ووطنية ماكوا والمولد ماكوا احنا شنه ذا نبنى العوائل هي بدون كهرباء وبدون شسمه ما يصير هيش يعني القلنا حل يا سيادة المحافظ يا مسؤولين يا مدير البلدية ما يصير احنا نطالب المحافظ ونطالب رئيس البلدية بأن يشوفونا موقع غير هالموقعي هذا ينطلنا موقع مني هذا الثيالي هاي شنه بيه هاي الحديقة ونصارنا عشرين يوم بلا كهرباء ولا وطنية لم تكن الأزمات الخدمية في كاركوك بمنأة عن التجاربات السياسية بين بغداد وأربيل فالابتزاز السياسي يضاعف من أزمة الكهرباء في كاركوك فضلا عن عدم إنجاز محطات حكومية من شأنها أن تعزز واقع الطاقة في المحافظة ست عشرة ساعة من انقطاع الكهرباء وفق النسق السياسي الممنهج والمتبع ضد كاركوك نواب كشفوا بالدليل أن ما يحدث في منظومة التوزيع الوطنية سرقة بدرجة امتياز فالصراع المزمن حول كاركوك وهويتها وقعت المحافظة وأهلها ضحيته كالمعتاد السيطرة الوطنية في بغداد من يمه من يشوف الأحمال في كاركوك من يمه يقطع الكهرباء عن محافظة كاركوك وهذا السيستم لا موجود على أي محافظة بالعراق فقط على كاركوك كاركوك يعاقب لأن أهل ناس طيبين حصة الإقليم التي تشترى من الإقليم 300 ميجاوات أيضا تم تقليل نسبتها وبلشوا ينطون من حصة الإقليم المشترات للشبكة الوطنية قاموا يسلموا إلى محافظة نينوى الموصل يعني قللوا المية أيضا من حصة كاركوك النائب أرشد الصالحي تحدث بوضوح عن أزمة الطاقة في المحافظة مختصرا الأسباب بجملة أن الوزارات تسرق كاركوك في إشارة إلى قطع بغداد والإقليم لحصة كاركوك الحقيقية من الكهرباء الوطنية يعني أهل كاركوك لازم ياخذ 700 ميجاوات كهرباء لكن شقد ياخذ؟ ياخذ 400 إلى 500 ميجاوات وعندك معامل السمنت اللي نططها الدولة للمستثمر الدولة أخذت كعرباء كاركوك ومعمل سمنت كاركوك ونطال المستثمر يما تخليه هو يخلي مولدات ليش تنطين منحصي وتمالي للمستثمر وياريت له المستثمر هم يشتغل زين معامل سمنت كاركوك كاركوك تسرق من قبل الدولة كاركوك تسرق من قبل للأسف الوزارات شعب كاركوك مسروق حقوقها مشاكل إدارية وفنية تعيق إنجاز محطة الدبس شمال غربي المحافظة وعدت الوزارة مؤخرا بحلها مع الشركة الأجنبية المنفذة الأمر الذي من شأنه ان تحقق أن يحسن واقع الكهرباء مع مطلع الصيف المقبل لقناة الفلوج عبدالله العامري كاركوك حدد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرج آلية جديدة للكشف عن المتورطين بالجرائم الأمنية التي تشهدها البلاد في الأونة الأخيرة من بينها محاسبة المسؤولين الميدانيين على القواطع التي وقعت فيها الخروقات في حال عدم الكشف عن المتورطين جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الأعرجي وبحضور نائب قائد العمليات المشتركة وقائد عمليات بغداد ووكيل جهاز المخابرات ومدير أمن هيئة الحجد الشعبي حيث ناقش المجتمعون واقع الأمن في البلاد والحوادث الأمنية الأخيرة وتحديد المسؤوليات الأمنية ومحاسبة المقصرين وأكد الأعرجي العمل بتوجيه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظم وفق مبدأي الثواب والعقاب وأن لا تساهل في أمن البلد واحترام قوانينه هذا ودعت منظمة هيوم الرايت ووش السلطات العراقية إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية لانتهاكات حقوق الإنسان التي تتم عبر استغلال ثغرات بعض القوانين كالوشايات الكيدية للمخبر السري والمادة أربعة أو الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب من قبل أشخاص وجماعات لتصفية حسابات شخصية وذكرت المنظمة في تقرير لها إن بعض السكان والعائلات قد استغلوا أو استغلوا اعتماد قوات الأمن على اتهامات غير موثقة من المخبرين في كثير من الأحيان لتصفية الحسابات الشخصية والعائلية لفتة الانتباه إلى أن تشكيل لجان التحقيق من قبل السلطات أمر إيجابي لكنها غير كافية بشأن تدابير معاقبة المسؤولين عنها ولم تحدث أي تغيرات هيكلية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الانتهاكات إذ يجب أن تتناول اللجنة بشكل مباشر كيفية استخدام المعلومات غير الموثقة في كثير من الأحيان لتبرير استهداف المشتبه بهم واعتقالهم السلام السلام هو أن تتغلب قوة المنطق على منطق القوة أما المحافظة على هذا السلام فهي إنجاز لا يقل صعوبة عن صناه الفلوجة مدينة خرجت من مخاض الحروب حرة مستقرة تنعم بالسلام وينعم به زائرها من أي مكان الفلوجة التي خرجت بالأمس من ركام الحرب تستنشق شوارعها اليوم ورود الياسمين وتسمع في إحيائها هديل حمائم السلام لتثبت للجميع بأن صوت الحب أعلى من أزيز الرصاص دخلت لي للفلوجة وكانت المفاجأة أنه أكو كل شوواية إعمار كل شوواية بيها أبنية جديدة بيها فتاهتمام بالجانب النظافة بيها محال تجارية بيها ماركات عالمية هذا الشيء كان مجلسة أتوقع أبدا الفلوجة كبرى مدني محافظة الأنبار ترسم اليوم أروع الصور في الأمن والاستقرار لتبهر زائرها بما هي عليه اليوم إذ عبر عدد من زوارها من المحافظات الأخرى عن فرحتهم بالإزدهار وحملات الإعمار التي شهدتها المدينة مؤخرا الضيوف الكرام التي أتوا من بغداد ومن المحافظات ومن المراكز الأقضاء والنواحب الأنبار لمدينة الفلوجة فلاحظنا وما لاحظنا من الأعمار والبناء التي اتطورت بمدينة الفلوجة بعد الأحداث الدامية التي حرثت في تلك الفترة الماضية والحمد لله على أعمار هذه المدينة والحمد لله رجعت الأمان والحمد لله أصبحت في بهجة أكثر مما كانت سابقا ما مرت به الفلوجة في سنوات الحرب والنزوح لم يكن هينا على أهلها لكن بغي تحلون به من العزم على التقدم دفعهم إلى إعادة بناء مدينتهم وتشهيد منارات مساجدها الغراء الله أكبر الله أكبر حقيقة عانت الفلوجة ما عانت من الظلم والاضطهاد لكن أهلها والناس الطيبين والخيرين والمنظمات الدولية والجانب الحكومي كل هذه المنظمات والجوانب الحكومية والأهالي شكلوا خلية أزمة فيما بينهم وبالتعاون مع المجلس المحافظة والمحافظة وعادوا بناء الفلوجة وتبقى جهود القوات الأمنية في حفظ الأمن أكبر من كلمات الثناء حيث يتحمل أبطالها أقصى درجات البرد من أجل أن تنعم الفلوجة وأهلها بالأمن والأمان إذ تستحق أن يطلق عليها اليوم مدينة السلام من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة أكدت وزارة التربية أن العراق بحاجة إلى ثمانية آلاف مدرسة لحل مشكلة نقص الأبنية والقضاء على الدوام المزدوج الذي تعتمده الوزارة لتجنب زخم الأعداد الكبيرة للطلاب وقال مدير دائرة الأبنية المدرسية في الوزارة محمد السعدي أن العراق بحاجة آنية لبناء ثمانية آلاف مدرسة بغية تجنب الازدواج الثنائي والثلاثي للدوام مشيرا إلى أن أحد أبرز المشاكل التي تعاني منها الأبنية المدرسية تتمثل بالتصاميم الكلاسيكية للمدارس والتي منعت وجود مكيفات الهواء في صفوف الطلاب وحصرتها بإدارة المدارس وفي نينوى يشكو أهالي حي التجارة الذي يقع في جانب الموصل الأيسر من عدم وجود المدارس في حيه وأكد الأهالي أن طلاب المدارس في حي التجارة يقطعون مسافة قدرها خمسة كيلومترات للوصول إلى أقرب مدرسة مطالبين الحكومة بجدية العمل بشأن شمول الحي بخطة بناء المدارس والمستوصفات وغيرها من مشاريع تبليط الشوارع والخدمات هناك حملة لإنشاء مدارس نرجو شمول هذه المنطقة بالمدارس ثم هناك قطعة أرض حول مستوصف صحي أو مستوصف مركز صحي نرجو من الأقوى في الصحة الانتباه إلى هذه المسألة وشمول المنطقة إن أمكن طلابنا يذهبون إلى حي العربي والمنطقة بعيدة بحدود الأربع كيلومترات وهناك كلفة في النقل وخطورة في النقل على الطلاب ثم جهد مالي على أولياء الأمور النقل معاناة منطقة حي التجارة منطقة طبعاً بيها حالياً يعني على الأقل ألف بيت والمنطقة قيد البناء يعني راح تكون منطقة كبيرة يعني كثافة شكانية وإحنا صالنا أربع سنوات وأكثر نعاني المدارس أنا عندي أطفال اثنين كل طفل خمسة وعشرين ألف دينار أنطي اشتراك ليش؟ شنو دم بي؟ اشتراكات المدرسة أقرب مدرسة حالياً علينا حي العربي حي العربي تبعد تبعد تقريباً يعني خمس كيلوات وفي ديالة ساهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعادة تأهيل الطريق الرابط بين المقدادية وبعقوبة بالشراكة مع الحكومة العراقية وأكدت الحكومة المحلية في ديالة أن تكلفة المشروع تصل إلى مليونين ومئة ألف دولار والتي جمعت وجمعت بمساهمة الدول المانحة ضمن برنامج الأمم المتحدة مبينة أن تخصيصات المحافظة المالية كانت قليلة لكنها لم تقف عائقاً أمام إعادة إعمار عشرات المدارس والمشاريع تتاح ويانا مشروع الطريق الرابط ما بين وحدات الإدارية خانقينج الأولاة السعودية الشمال العراق والرابط بين المقدادية ومركز المحافظة بعقوبة هذا الشارع الحيوي حقيقة اليوان مشكورين استساهموا بشكل فعال في استعجال في عملية حالة هذا المشروع لأحد الشركات قيمة المشروع أكثر من مليونين ومئة ألف دولار باشرنا اليوم بوضع حجر الأساس بمعية الأخوة مع برنامج الانماي نحن حقيقة في محافظة ديالة للسنوات الماضية كانت التخصيصات دون المستوى المطلوب ينفذ برنامج الأمم المتحدة الانماي في العراق برنامج إعادة الاستقرار والذي يستهدف الخمس محافظات كما تفضل سعادة المحافظ وديالة إحدى هذه المحافظات التي تضررت ولكن لقد كانت المخصصات كما تفضل المحافظ أقل من غيرها من المحافظة بسبب توفير الموازنة للمناطق الأكثر تضررا والتي شهدت الأكثر نزوحا ولكن كما تفضل سعادة المحافظ هناك العديد من المحاولات لرفع هذه الموازنة بالإضافة إلى محاولات مع الدول المانحة ليس هناك خلفيات سياسية بإطلاقا الاتحادية تؤجل الحكم على دستورية جلسة البرلمان لأسبوع قادم وقت إضافي يمنح لمفاوضات تشكيل الحكومة بعد ثلاثين عاما على انتهائها عراقيون أسرى في إيران لم ينتهي أسرهم ولا تفاعل رسمي من الجانبين حتى الآن النازحون في مواجهة العواصف الثلجية أنقذوا حياتهم واسم يتصدر المواقع والجيش يغيثهم في الواقع مع انعدام وقود التدفئة في المخيمات إنتاج العراق النفطي يقفز إلى أربعة ملايين ومائتين وسبعين ألف برميل بعد أن صنعته بتضحياتها الفلوجة تحصد لقب مدينة السلام وتثمن دور القوات الأمنية في صيانته النشر انتهت مشاهدين المزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارتنا على موقع التواصل الخاصة بالفلوجة شكراً واللقاء إلى اللقاء